ينتظر الأردن وصول 4.5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا متفاق عليها بحسب وزير الصحة الدكتور ندير عبيدات الذي أوضح أن الحكومة تعاقدت مع شركة فيزر لتأمين مليونين ومئتين ألف جرعة ستصل خلال العام الحالي فيما وصلت الأسبوع الماضي 41 ألف جرعة وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع ائتلاف كوفاكس لتغطية 10% أي نحو مليونين جرعة ستصل الشهر الحالي وأيضاً بيّن أن وزارة الصحة تجري مفاوضات مع عدة شركات لتوفير مطاعم أخرى في هذا الصياق سألنا الشارع الأردني عن رأيهم بتلقي اللقاح وتعاملهم مع الشائعات التي تدور حوله أنا ما بأخذ مطعم لأنه عندي مرض القلب ما بضمن لأنه بصير عراض جانبية ما بدري ما سجلت للوقاح الكورونا وما أخذته لأنه عندي أمل أنه يتم اكتشاف دواء على طول يعني يعالج المرض بدل ما نأخذ وقاية لا إن شاء الله بننتظر نكون فيه دواء طبيعة دوامي بتطلب أنه نأخذ اللقاح وحتى نحمي نفسنا ونحمي غيرنا بالنسبة اللي بيحكوا عن الأعراض أنا بشوف ناس أنه نزل أو صرح أنه أنا أخذت المطعوم لكن ما صار معي شيء وفي ناس قال أنه أنا تعرفت للمضاعفات أو لأعراض جانبية أنا شايف أنه الإشهاد طبيعي كثير أنه أي علاج في الدنيا روح أي صيدلية دائماً ما العلاج فيه رشيتة مكتوب عليها أنه ممكن أنه يصير معك أعراض جانبية بصراحة أنا من الناس اللي مدام شايف أنه أنا صحتي ممتازة وشايف أنه أنا بقوم بأعمالي بشكل صحيح وبشكل صحي ممتاز ما في دعا أخذ لقاح لإشي معين تمام ولو أنا نويت أني أخذ لقاح أكيد بدي أعرف شو هو شو نوعيته من شو مصنوع برضو يعني ممكن أنا شخص عندي حساسية من إشي معين فيعني بحب يكون الإشي اللي أنا بدي أخذه أكون أنا عارفه يعني بالتأكيد بالنسبة للمطعوم يعني لازم يعني في رغبة بأخذ المطعوم لأنه المطعوم هو السبيل الوحيد لا يعني الخلاص وأنك تقدر نتخلص منها الوباء على المستوى يعني الوطني وعلى المستوى العالمي أيضاً يعني ما فيش حل إلا أخذ المطعوم بس إذا جيت تسألني نوعية المطعوم لا أهون كانت يعني بتفرق بجوز حتى بدون أسباب علمية بصراحة أنا إذا جيت أخذ المطعوم بفضل يعني أنه يكون المطعوم صيني أو روسي لأنه بصراحة قد لا تكون هناك أسباب علمية بس إدارة الملف والتصريحات المتناقضة نوعاً ما خلت الإنسان يشكك من المطاعم غير التقليدية يعني المصنوعة على أساس الإشي غير تقليدي ترجمة نانسي قنقر